بعد حديث عن النازية وإسرائيل خطاب أردغان أمام الأمم المتحدة يثير غضب النمسا ده طبعا علشان هو انتقد أو قارن بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو ويقنوا به النازي هتلر قبل سبعين عام وقال يجب أن يوقف تحالف الإنسانية نيتنياهو وشبكة القتل الخاصة به كما تم وقف تحالف الإنسانية هتلر قبل سبعين عام كيف تفسر دعوة وزير الخارجية المساوي أركساندر شارنبيرج لإصلاح الأمن ودعوته لإيجاد مجلس أمن خلينا نبدأ بالنقطة الأولى موضوع موضوع أردغان والكلام اللي حكى بصراحة يعني بعيدا عن توجهات تركية بغض النظر من يتفق ومن يختلف معه ولكن مقارنته هنا بصراحة كانت مقارنة دقيقة للغاية أنا لن أدخل بتفاصيل هذه المقارنة نيتنياهو بهتلر وكذا بس أنا السؤال اللي بطرح نفسه لماذا النمسا هي التي استاءت من هذا التصريح لماذا وزير الخارجية شارنبيرج هو الذي ندد واستنكر هذا التصريح شو لك علاقة أنت بنوضوه يروح نيتنياهو يدافع عن نفسه ليش النمسا مصرة تاخد دور المدافع عن إسرائيل وتكون ملكية أكثر من الملك دائما هذا الكلام هذا الموقف هذا الموقف اللي بضعف كتير يعني موقف 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 النمسا بضعف سياسة الخارجية لما بيجي وزير الخارجية النمساوي وبيضعو كمان بنفس الوقت وبيضعو نفس الوقت لموضوع لموضوع آآ يعني آآ لموضوع أنه يجب إعادة آآ آآ هيكلة مجلس الأمن بما يتناسب مع سياسة آآ مع 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 سنة الفين وخمسة وعشرين طيب كمان يا سيد آآ شالنبرغ النمسا أعتقد أنه في عنده مشكلة بأنه بالدفاع المستميت عن ما يحدث في في فلسطين عن ما يحدث من هذه المحرقة في غزة لماذا لماذا هذا الشيء ففعليا أنا أعتقد أن أن كلام آآ الرئيس أردوغان كان بمكانه كان بمكانه ومقارنة اتفقنا اختلفنا معها هي مقارنة مستحقة للحالة في اسرائيل آآ فلا يجب فلا يجب أعتقد أن النمسا أخطأت هنا في دخولها على الخط أخطأت بالمكان والزمان المناسب يعني يعني لا الزمان صح ولا المكان صح ولا بأي حان الأحوال بحالة بحالة صراع من هذا النوع خذي موقف الحياد خذي موقف المتفرج ما بيصير يعني هذا الكلام بصراحة أعتقد هذه نقطة يعني نقطة سيئة جدا ستسجل لوزير الخارجية النمساوي بهذا الدفاع المستميت عن عن اسرائيل يعني هو طيب يعني بتقول نمسا دايما بتدفع عن اسرائيل وكذا هل ألمانيا دفعت عن هذا أو هجمت أردغان؟ لم أطلع صراحة لم أطلع عنها على هذا الموضوع ولكن صراحة لا أعتقد لا أعتقد أن ألمانيا ستكون ولكن ليس من المستبعد أن تكون صراحة ألمانيا دافعت لأن السياسة الألمانية والنمساوية متشابهة للغاية خاصة بهذه المرحلة وخاصة بهذا الملف نعم نعم طيب بالنسبة بقى لدعوة وزير خارجية النمسا نعم قلتلك يعني أنه فعليا يفترض حتى لو هذا الكلام صحيح هذا الكلام فيه وجهة نظر وهذا فعلا مجلس الأمن يعني مجلس الأمن والأمم المتحدة تتناسب مع حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفعليا كل القوى وكل الآليات وكل القوانين التي موجودة فيها حاليا فعليا لا تتناسب ولا بأي حال من الأحوال مع العصر الحالي 2024 إلى 2025 عصر الحالي